عندما رسمت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية برنامج إعداد الأبطال على أعلى المستويات كانت على إدراك بأن التكوين والإعداد سيكون على مستويات عديدة تقنية بدنية وذهنية لذلك تبادل اللجنة الوطنية للاستعانة بخبرات وتجارب أبطال السابقين حققوا التألق في رياضات خاصة كما كان الشأن في هذه الندوة التي حضنتها القاع الكبرى بمقر لجنة الوطنية الأولمبية بمدينة الرباط أولى المتدخلين كانت البطلة بوشرة بيبانو قاهرة الجبال البطلة المغربية الوحيدة التي نجحت في تسلق القمم السبعة الأعلى في العالم أهمها قمة جبل إفريست تجارب البطلة الخارقة بوشرة بيبانو كانت مفعمة بالمواقف والأحداث ومبنية على أسس دهنية وبدنية خارقة بالنسبة للعرض كان لدى باسموندوسوى يعني كيفاش أن الإنسان يقدر يتجاوز طاقته يتجاوز ذاته يتجاوز العراقي اللي ممكن أي واحد كبحان ما كان ره تتواجه أي مشروع كبحان ما كان الواحد الإنسان بغي يديره أكيد غادي يلقى عرق غادي يلقى صعوبات غادي يلقى تحديات كبيرة كيفاش أنه هو يقدر يتجاوز هالتحديات بطبيعة الحال كين مجموعة تقنيات كين كدلك مجموعة تاع القيم ديال تحدي ديال الإرادة ديال الصمود ديال الصبر ديال العزيمة ديال الإسرار اللي تتخليك أنك تحمل ذك شي كامل وأنك دائم تتبحث على الحلول وتتقلب على كيفاش أنك توصل الهدف ديالك هادشي اللي تقدمونا الكميتي مزيان باش نقدروحنا ينوصلو الدراري باش يعرفو شنو هما les valeurs le respect le dépassement de soi الشجاعة بس مانتال هادشي باش نوصلو الدراري باش يلا ما كانش المانتال را ما كانوالو التجربة الثانية التي استمع لها الحضور في الندوة كانت للبطل طارق بلمريح بطل خارق نجح في تحدي نفسه وتجاوز كل الصعاب جرى 30 ماراتونا في 30 يوما في 30 مدينة مختلفة عبر العالم طارق بلمريح نجح في تجاوز الصعاب وقهر العقبات الذاتية والموضوعية كي يصنع لنفسه مساحة شاسعة من التألق نجح في تجاوز القدرات وتجاوز المعيقات لان نحن نعيشه كما يعيشها اي ريادي يعيش بعض المعيقات اليومية في حياتنا اليومية كإنسان عادي عندك معيقات كل شيء ولكن الريادين عندهم خاصة بهم بزاف خاصة بالريادين أنه يتجاوز المشاكل يتجاوز العقبات يتجاوز الأحداث التي يوقعون له ويتجاوزوا حاجة مهمة التي هي أن الناس بزاف لهم لا يكونوا مؤمنين بك لا يكونوا مؤمنين بك وبعض المرات يحاربوك وبعض المرات يسخرون منك يضحكوا عليك ولكن من بعد يحتافوا بك ويحتافوا بك لماذا؟ لأنك حاجة تجاوز تلك الصقف الصقف اللي كان حابسك اللي كان حابسك على الحقيق بعض الأشياء الندوة التي نظلمتها اللجنة الوطنية الأولمبية اختل لها عنوان تحدي الدات والأداء الرياضي كانت ناجحة بكل المقاييس لأنها كانت ملئة بالقيم والمبادئ التي ستغني أفكار الأطر التقنية وكافة الرياضيين المغاربة ويمكن الاقتذاء بها من طرف أبطال اليوم الذين ينشدون التتويج على المستوى الأولمبي والعالمي